بعد توقيف رياض سلامي التزم معظم شركائه الصمت والسياسيين والإعلاميين اللي حكيه بدعوا باختراع النظريات عن توقيفه عنا أولا نظريت البطل المقاوم رياض سلامي محبوس اليوم لأنه تصدى لمؤامرة غربية استهدف التجويع لبنان وسوريا ومعاصرتهم رياض سلامي دفعت عدم التزامه بقانون قيصر وبحصار لبنان وعنا ثانيا نظريت التسوية الرئاسية بحسب هالنظرية توقف سلامي كجائزة طردية لجبران باسيل مقابل وصول سليمان فرنجية عاصر بعبدة جبران باسيل نقل من رفض انتخاب سليمان فرنجية إلى انتخابه مقابل أكيد أولا ضمانات بالعهد الجديد إنما الأهم سيبرر تجاه جمهوره بده يقدم بومبون ما كانت ربما الأقل كلفة ليون رياض سلامي وثالثا نظرية احذروا توسع الملف في وسائل إعلام عم تحذر من توسع التحقيقات وهيد الوسائل زيتها ورد اسمها بتقرير التديق الجنائي كمستفيدة من أموال مصرف لبنان وهون عنا بيكون مشكلة إذا توسع الملف إلى 8 مليار هون منشوف أنه ممكن يتأثر لبنان بعلاقاته مع الخارج لأنه كل التقارير بنيت وكل التصنيفات الدولية اللي أعطيت للبنان وللمصرف المركزي بنيت على هيدولي التقارير تبقى هذه النظريات الثلاثة ناقصة بانتظار عودة الأخوان غانم من الإجازة وهناك سنرى التطبيق الحقيقي ترجمة نانسي قنقر